طبعاً الكلام اللي هنشرحه هذا يشتغل يعني ينفع على أي تشامبيون رينج يعني بعيد يضرب من بعيد وعلى أي تشامبيون مليه بس على تشامبيون الرينج أحسن من المليه يعني المليه يمكن صعب تسوي عليه الكلام هذا مو صعب حتلاحظ يمكن فايداته ما هي أكثر من ما هي على على الرينج زي الـ ADCs والميدز والـ والـ whoever إنه هو يضرب من بعيد رينج أوكي عامة الـ attack on move عندك حاجتين عندك ثلاثة حاجة عدا أكشي عندك حاجة يسمها attack on move روح على الـ 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 sorry مش الـ abilities الـ player movement حاجة يسمها player attack move click وهذه دايماً باي ديفولت ما عليها شيء وفي حاجة يسمها player attack move وهذه اللي هي على الـ A والـ X أوكي وعندك هالم move العادية اللي هي right click right click right click به هو بتضغط right click ما في يدي بتمشي right click تمشي تضرب تأشر على واحد تضرب عليه تضرب أوكي هذا الوضع الطبيعي طيب إيش الفرق بين إنك تمشي right click وتضغط على منين وتمشي right click وتسوي A زي كده شوف كرسر الحقي تغير وتضغط على منين طبعاً في عالم كثير إيش تسوي في عالم كثير تروح على الـ على الشسم على حتى الـ auto attack يعني أنا شوف لما الـ champion حقي يوقف جنب منينز يضرب بنفسه auto attack أنا وقفه بالـ S مانيوالي بنفسي في ناس ما يحبو كده يحبو يشيلوها يشيلوها يسير لما نمشي ما يضرب auto attacks بنفسه وهذا يقر تغيرها game auto تحت الـ game gameplay auto attacks هذا دحين لو جيت جنب المينيونز ما هيضرب المينيونز فمو لازم تضغط حرف الـ S عشان توقف ما هيضرب ولا شيء اوكي أنا ما أحبها كده أنا عن نفسي أنا أحبها ألعب بالطريقة هذه خليه وسوى توقتك أنا لما أوقف أوقفه لأنه حيانا نجيك تليفوني يجيك حاجة يجيك هذا بتعود عليها فأنا متعود أضغط S ووقف يعني زي كده أمشي أضغط S أووقف أو مو تضغط S تتحرك فوقه تحت زي ما تشوفونا دائما أو في LCS أو في أي أحد هاي إيلو تلاقيه طالع طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل على أساس يقدر يضرب auto attack قبل ما يمشي طيب إيش الفرق بين auto attack عادي اللي هو right click aluminium والauto attack بأي طبعا في غير auto attack بأي في عندك زي ما قلت لك حاجة يسمها هذي attack player attack move click ممكن تحط لها bind هذي quick cast من auto attack on move يعني بدل ما تضع شوفو حلو حطيت الأي هنا شلته بدل ما يصير يأشر تضغط A على طول لو ضغط حرف الأي يضرب طاهمني في ناس اللعبوها زي كده لو تطالع في fancy تلاقيه يلعب بحاجة زي كده طبعا برضو هذي موجودة على shift على shift right click أنا شايلها من shift right click فعندك طريقتين تختار يعني أنك تلعب player attack move on click أو player attack move أنا أفضل هذي أنا أفضل سوري أنا أفضل أنا أفضل auto attack ما اسمه player attack move ليش ليش لأنه تديني شوية تحكم أقدر أضغيه و أطالع أوكي بدل ما بس left click وهذا وهذه عامة أنت تحكم أكثر من الثانية يعني من تجربة شخصية طبعا أنت ممكن تجرب نحن نشوف اللي تريح ومو شارب تستخدم حرف A يعني أنت تستخدم whatever في كل الحالات طيب إيش الفرق بين auto attack on move والauto attack العادية Auto attack on move فيها طريقتين اللي هو player attack on move ضغط حرف A ما ضغط على المينين جنب المينين إيش سوى؟ قام ضرب أقرب واحد ضرب جنبي قام ضرب أقرب واحد للكيرسر شوف ضرب ما جلس ساكت ما جلس ما يسوي ولا حاجة في المقابل لو أنت ضغط right click جنب المينين بالغلط قام الشامبين جيري جنب وإنت تخيل أنت ADC في تيم فايت وجلس تضرب right click وتمشي وجيت تبقى تضرب شامبين والشامبين يجري وضرب جنب وإيش سيسوي الكاركتر حقك؟ حيمشي لين عنده أهم شي فيها أهم شي فيها أنه حتى لو ضغط غلط برا يصير حيضرب أقرب شخص للكيرسر طبعا attack on move فيها حاجتين في أقرب شخص للكيرسر وفي أقرب شخص لك أنت تختار أو في الجيم فينها attack on move إيوه تقرد 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 attack on move أقرب شي للكيرسر أو إذا شلتها أقرب شي لك شوف دي حين ضربت هنا بعيد قام ضرب أقرب واحد لها مع أنه أنا ضربت فوق جنب هذاك لو قلبتها هذي كده أو ضربت هنا يقوم يضرب هذا اللي جنب الكيرسر أوكي فأنت تختار طبعا أنا أفضل اللي هو أضرب جنب الكيرسر لأنه أنا جالس أضرب مثلا رايح وضرب جنب واحد بالغلط أبغى يضرب اللي جنبه ما أبغى يضرب اللي اللي تحتي فاهمني فهذه الميزة الأولى الميزة الثانية لو أنت داخل البوش واحد دخل البوش قدامك إيش تسوي أنت تقوم تجري وراه إلي ما تشوفه وبعدين تأشر عليه لا أضغط كذا اللي هو إيه وسوي left click حيقوم يجري وراها حيقوم حيقوم من يوم ما تشوفه يقوم يضرب أوكي وهذا تنفع لما أنت بتسوي تحت جوه البوش فعندنا ميزتين الميزة الأولى طبعاً هي ثلاثة ميزات الميزة الأولى إنه والله لما تسوي بالغلط جنب في الأرض إنه والله تتحرك ويروح الحقك بدل ما يقوم يمشي على هناك يقوم يضرب الحاجة اللي هي أقرب للكيرسر وهذه ضرورية مرة ما عليها الحاجة الثانية إنه والله وإذا أنت داخل البوش وفي أحد بيجري وراه البوش لو أنت بتمشي دائماً يسوي لكم كايت في اللو إيلو لما واحد يدخل البوش واحد ثاني يدخل البوش وراه يوم يلعب يدرع من البوش ويدخل مع البوش ثاني يطلع من البوش وإنت ما تقل تضربه زي الأهبل تيجي تبقى تضربه ما تقدر فكل اللي يحتاج تسويه إيه؟ على المينيون أو أسيب يدك أول ما هيشوف وحيبدأ يضربه أوكي؟ هذا أول شيء الشيء الثالث والأهم اللي هو الكايتنج إيش يعني كايتنج؟ يعني فيه كونسيب في الجيم ما له ترجمة بالعربي يا شبه هو له ترجمة له شرح بس الكلمة اسمها كايتنج لازم نتعلم إيش معنى الكلمة هذي الكايتنج معناها لما واحد بيجري وراي أنا أجري وأضرب أجري وأضرب أجري وأضرب أجري وأضرب يعني مو بس أجري منه من دون ما أسوي ولا حاجة ولا بس أضرب وأنا واقف محلي وهذه برضو ضرورية إذا كان بتلعب ABC أو أي تشامبيون مرة سكوشي أو حتى أو حتى تشامبيون اللي هو ميلي يعني بتلعب ميلي بس ما تبقى تضرب وأنت واقف محلك تضرب وأنت ماجي طبعاً السهولة أو اللي هو الكايتنج تعتمد على قد التاك سبيد عندك حتشوف الفرق بين لما تكون ما عندك التاك سبيد أو ليفل ون تشامبيون ده حين ولما يكون عندك التاك سبيد حنيجي هنا في الريفر ما حنيستخدم أي أبيليتيش محمد بيجري هنبقى فينا محمد هيبدأ يجري وراي لما نجري وراي انت إيش تسوي لازم تسوى راية عليك وبعدين راية تكليك وبعدين عليه بعدين أجري فراي محمد نانستوب بردر، خليك ننريج، أوكي؟ أو، أو العكس. تجري؟ قريب منه، أو تجري العكس؟ أو، في نفس الوقت، أنت بتجري وراء، محمد بجري بعيد، أوكي. نحن نسوي ضربة، وبعدها نمشي بسرعة. ضربة، وبعدها نمشي عشان نسوي أنيميشن كانسل. ضربة، وبعدها نمشي، ضربة، وبعدها نمشي. ممكن تضربها هنا برده، أوكي، جنبك. من دوم ما تلفل في يمين ويسر، أوكي؟ بي كانت هير وايتس، وايتس ما بيتكلم. فهذه الفكرة الأساسية فيها، أنه يو كايت. طبعاً، كل ما زاد الـ Attack Speed، كل ما قدرت تسويها أسرع، بدل ما تسويها بأبطل. جايب؟ فما تسيبه يضربك بلاش وإنت بتجري. هذه ممكن تسويها برايت كليك، ممكن تسويها برايت كليك، بس تخيل قديه حتكون أصعب، وتخيل لو أنت بتجري برايت كليك منه، ضربت جنبه بدل ما هي عليه. ضرب جنبه، قام رجع مشي جنبه، قام قررت منه، بدل ما أنت بتحاول تشرت، فاهمني؟ فهذه الميزة الأولى، أهم ميزة بالنسبة للـ ADC. طيب، في مشكلة ثانية، لما أنت في وسط المنينز، وفي واحد بيجري ورقك. أوكي؟ لما تسويها الـ Attack on Move، ايش قلنا يسوي؟ يسوي، هيضرب أقرب شخص، سواء شامبيون، ولا مينيون، للكرسر. طبعاً هذي مشكلة لما يكون في جنبك واحد. فإيش تسوي؟ فيه في الـ Options، في الخيارات، هناك شيء في الـ Abilities and Sumner Spurs، هناك شيء تحت هنا، اسمه Target Champion Zone، وهي بايد فولت محطوطة على التلدة، على هذا، اللي هو جنب رقم واحد، اللي في اليسار حرف الدالية، يعني. أنا حطها على الـ T عندي. هذي إيش ميزتها؟ لما تضغط A وضغط هنا، يعني بدل ضرب شامبيون، لو ضغط T في نفس الوقت، شوف ما أسك الـ E و A في نفس الوقت، ما يضرب إلا شامبيون. طبعاً هذي مشكلتها إنه لازم تسوي، التاكو نموف كليك عليها. أنا ضغط حرف T، شوف ما قدر أشري على شامبيون زيال، ما قدر أشري على المينيون، ما قدر أشري إلا على الشخص اللطيف هذا. باهمني؟ بيصير، لو أنت جنبك مينيون زو زحمة، تضغط حرف T، عشان ما يأشير على أي أحد إلا الأخ اللطيف هذا. بس، هاو ضغط حرف T، ما يضغط على أي أحد، ما يضغط على أي أحد، إلا على شامبيون، شوف شامبيون طلع السيف، على الأرض ما طلع السيف. طبعاً هذي أسهل لو تستخدم التاكو نموف كليك بدل التاكو نموف، ما تقدر تضغطها مع حرف A يعني. نشوف A، و T في نفس الوقت ما يجي، فعشان كده أنا عندي مشكلة فيها ضيئة، أنا ماني متعود عليها، لازم تجي بـ T زي كده، لازم تجي بـ T بس، أو بالحرف اللي أنت حتحط عليه أنت أختار بنفسك، أوكي؟ بكل بساطة، هنا بيجري وراي، أسوي التاكو نموف، عشان، عشان، لو ضغط بالغلط، ما أروح في وسط الزحمة، هاو ضغط بالغلط باعتبار المينيونز كلهم مقلبوا عليه، وهكذا، هذي فكرة التاكو نموف، ولازم تتعلمها، وترى ترى مرة بسيطة تتعلمها يا شباب يومين، كلها على بعضها في القيم، وهتزبطها. اشتركوا في القناة